أدنت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنات بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وحدات استيطانية جديدة وأكدت مصر أن القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلاة والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول يتزمن مع نعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقهرة كما حذرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن في الأراضي المحتلة بشكل ينزر بالتسعي نطاق أعمال العنف ووتيرتها وستكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها